السلام عليكم للزينين مرحبا بخوتي وخوتاتي وإن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا لابس ويلقاكم هاد الفيديو مهنيين اليوم بإذن الله تعالى مع قناة لكي غادي نخدم وصفة سريعة جدا كفكرة للعشاء ولا للغداء في عشر دقائق بإذن الله تعالى تكون واجدة أول ما نبدأ به الفيديو تعالى اليوم هو الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بإذن الله تعالى غادي نخدم اليوم الروز في الكوكوت ولا في طنجرة الضغط بمقادير جدا مضبوطة بنا صائح إن شاء الله ما تخليش قاية عجن لكم وجيكم فرز حبا بحبا بإذن الله تعالى على بركة الله بسم الله هنا عندي الكمية على الأعرز عندي زوشكي سنت على الأعرز من هذا النوع من هذا المقياس تقدروا تضعفوا تقدروا تنقصوا كما بغدوا على حسب عدد أفراد الأسرة الروز اللي خدمت به اليوم الروز منفور وتقدروا تخدموا بالروز العادي لكن اختاروا تكون النوعية جيدة اللي ما يكونش فيها ديك نسبة نشاء طالعة بزاف وجيكم معجن ومنغضن في التالي الزوشكي سنت على الأعرز منفور تضعفوا في الكسكس كما شفتوه خصلتهم مليح مليح تحت السبالة ولا تحت الصنبور خليتهم يقطروا في طنجرة الضغط والكوكوطة حطيت هنا حولت ثلاث مغارف كبارة على الزيت هنا خدمت بربع صدر من الدجاج تقدروا هذا الربع صدر من الدجاج تستبعدوه وتخدموه بلا دجاج هنا حطيت هذا الدجاج مع الزيت يتقلّوا لغاية في هذه طنجرة الضغط ونحركهم والأخوات والأخوات بالنسبة لها تنجرة الضغط غوبيست اللي حصلت عليها ملكة الضغط غيره هم دالي لها تخفيض والتخفيض تحاها هو الثمن المتاح في الشاشة وأيضا الأرقام تمر عليكم الشاشة اللي تبغي الطالب هنا حطيت هذا الروز بعد لغاية من الماء وستفوق هذه قطعة الدجاج مع الزيت نحركه غاية حتى هو ونلبس حبيبات الأرز بهذا الزيت وممهنية الزيت سنستمرنا شوية بهذا الدجاج هنا سنجيب التوابل الصحيحة والمناسمات الصحيحة عندي عودة قرفة صغيرة عندي ورقة من الغار ورقة على الرند هكا زوج حبة الهيل وعندي ثلث مسامير على القرنفل ومسمار واحد وعندي لطوال أو نجمة الأرض أو لينسون النجمة يجب التوابل الصحيحة اللي حطيتها في هاد الأرز ونخلط هذه التوابل الصحيحة اللي حطيتها في هاد الأرز ونخليهم ينسموه لي جبت ملعقة كبيرة تعبهان اللي هي زبدة ملعقة كبيرة من الزبدة نضيفها لهذا الأرز ونعاود هنا التحريك مهم في الوصفة اللي قتحركوا باش ما يلسق لكمش لانه الروز ره مخصول وراكم عالفين الروز كي تغسلوه تقعدوا تقلوه فيه غاية يلسق هنا غيب شوية بشوية قد يتحركوا احتاجوا كل الحبيبات على الروز توليم فرزة وتوليم تشربت لي بالزيت والزبدة هنا نبدأ بهاد الحركة اللي راني ندير فيها مهمة جدا وكما شتوني شعلت البويواق تاعي ولا الغلاية تعلمه باش الماء يكون يسخن كما تقدروا في طاوة ولا كسرونة تخلوا يسخن على جيهة هنا يحبت الكروطة وهي جزر مبشورة وعندي هنا يحبت بصل كبيرة مبشورة ايضا اضفتها للاروز مع الدجاج والتوابل الصحيحة نبدأ نخلط هنا كل شي ومبعد هنا جبت طماطم مصبرة اللي عندها الطماطس العادية ديري حبتها طماطس تكون معتبارة ربيها ولا بشريها وتحصله على عصر الطماطم ولا على طماطم مبشورة دفيها للوصفة هنا جبت ملعقة كبيرة طماطم مصبرة زيت فيها شوية على المحلينها بالماء وهنا زيتها للوصفة نخلطه غاية نعوده نخلطه ونحاوله بالله ذاك الروز الصاين نتضمنه انه ميلسقش هذه خطوه مهمه بش من بعد يجيك نفرز جبت التوابلتها عندي شوية على الملح حسب الرغبة ملعقة صغيرة على فلفل حمراء اللي هي البابريكا الحلوى ملعقة صغيرة على الكركب وعندي هنا من نصف ملعقة احتى ربع ملعقة من الحرور اللي هو فلفل اسود حسب الرغبة ونضيف لها ملعقة صغيرة على سكنجبير اللي هو زنجبيل مجفف نبدأ هنا ينخلط هكا كل توابل تاعي لكم تشوفوا ما زال من المرق غير هذيك شوية على الماء اللي كانت في الطماطس على القوطة والطماطم المركزة جبت الماء الماء التاعي هنا تاني مقادير جد مضبوطة الكاس اللي احتى عبروا بها الارز كملوا به الماء عندي ماء مغلي اربع كؤوس من الماء المغلي كل كأس اعروز في كأسين من الماء كل كأس اعروز في زوج كيسان تاع الماء احترموا المقادير بالنسبة لي عندها الكوكوطة الاليمينيوم هنا يزيد نصف كأس ماء اخر هكا بشتحر زروحك وما تنشف لك الكوكوطة تاعك هذي اينوكس وطقيلة ما تنشف موالو و هذا هو العبر هذا هو لكن اذا كانت عندك الاليمينيوم العادية خدمي زيدي نصف كأس تاع الماء لكي تحرزو حق به هنا يبعد اللي خلط كل شي درت هذي الحركة هكا بالملعقة الخشب سنبلع الكوكوطة نحطها هنا في المستوى الاولى في بادئ الامر تكون النار قاوية من بعد كي تبدأ تصفر لكم الكوكوطة تاعكم ولا يطلع هذيك صمام الامان تحس بلها 10 دقائق بالساعة بالضبط لا تكتري لهاش لو كنت طول يفوق 10 دقائق ستجي نشفه بزاف وتنحرق لكم من تحتها 10 دقائق بالساعة من بعد هذي نتيجة تاعه من بعد هذي نتيجة تاعه نرد تكون ناقصة تماما بعد اللي تصفر الكوكوطة هذي هذي هي بعد اللي بمرت لي 10 دقائق ونعطيكم تاني نعطيكم نصيحة اخرى كتبغو تحطو الروز متحطوش بالمغرف حطوه بالقارفو اللي هو شوكة حطوه بالشوكة للروز تاعك باش ما تكلز لك وجينا هنا اخوتي اخوتياتي الى نهاية الفيديو بهذا الطبق الرائع اقتصادي وبزاف بزاف ابنين صدقوني هذيك توابل صحيحة ذاتها بنا على بنا ان شاء الله ما بخلت عليكم بوالو اي استفسار ولا اي تعليق حطوه لي في لي كومنتيغ مرحبا بكم وان شاء الله قاعد تطبيقاتكم كما راكم عاوديني حطوهم لي في الانستغرام وبعتوهم لي ان شاء الله تاكلوا بالصحة والهنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الى وصفة قديمة بإذن الله اشتركوا في القناة